لكن نذهب إلى كريستين وأيضا هيئة البثة الإسرائيلية والقناة الثالثة عشرة تتحدث عن ارتفاع عدد القتل الإسرائيليين إلى 600 قتل على الأقل كريستين أعود إليك كنا نتحدث قبل دقائق من الآن عن 400 أفتنا به قبل قليل ب500 الآن العدد وصل إلى 600 هل هناك من تفسيرات هل هناك من بيانات لتضرب هذه الأرقام ارتفاعها بهذا الشكل الملحوظ كيف تنعكس أيضا ما الذي يجري الحديث عنه بالنسبة إلى هذه الأرقام يعني آخر تحديث رسمي كان بارتفاع عدد القتل الإسرائيليين إلى 500 ولكن كنا نشير إلى أن العدد مرجح للارتفاع لأن ما زالت إسرائيل منشغلة بإحصاء الضرر البشري والمادي في إطار هذه العملية العسكرية التي تشنها ضدها المقاومة الفلسطينية والتي اسمتها طفان الأقصى وفي المقابل إسرائيل تقول أنها أيضا ترد وهي في حالة حرب جراء هذه العملية نعم يتحدث عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ارتفاع عدد القتل إلى 600 وأيضا الأعداد التقديرات في إسرائيل تقول أن هذه ليست الأعداد النهائية ولربما أننا سنرى ارتفاعات وتحديثات في أعداد القتل الإسرائيليين تباعا بطبيعة الحال إذن المصادر الرسمية الإسرائيلية تحدثت عن 500 قتيل ما لا يقل عن 500 قتيل من بينها وزارة الصحة الإسرائيلية والقناة الثانية عشرة والحديث أكثر عن أكثر من الفي جريح في المقابل القناة الثلاثة عشرة الإسرائيلية وهيئة البث الرسمية تقولان أن ما لا يقل عن 600 قتيل في إسرائيل سوف تستمر هذه التحديثات بطبع الحال